احنا كمان معالي الوزيرة شايفين مجموعة كبيرة جدا من الشباب وطبعا فيه فئة عمرية مختلفة ولكن كمان احنا عايزين نقول ان ده في اطار حرص الدولة على تمكين الشباب يعني نكلم اكتر عن مجوداتكم في هذا الاطار طبعا احنا كوزارة بيئة واخدين تكليف ان من ضمن الاليات الحفاظ على البيئة سواء واحنا بنشتغل على ملفات الحدم التلوث او الحفاظ على الموارد الطبيعية ان يتم تمكين الشباب واشرقهم بجانب طبعا تمكين القطاع الخاص وزارة البيئة اشتغلت على موضوعات الشباب في مختلف المجالات فابتدينا نشتغل مع الشباب في عمليات النظافة والتجميل وعمليات اعادة التدوير وكمان ربط الشباب ببعض المصانع بحيث ان هم اللي بيبتدوا ان هم يجمعوا زي مبادرة نهر النيل لتنظيف المخلفات يبتدوا ان هم يدخلوا مع القطاع الخاص فكرة ان احنا بنشتغل مع الشباب في العمليات ان احنا بنوفر لهم فرص عمل احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت اربط بقى بموضوع العجل ان لما عملنا اول نظام للدرجات التشاركية في جامعة الفيوم الذي يدير هذا المشروع هو مجموعة من الشباب وبيديروه عن طريق application موجودة على الموبايل ففكرة انك تطلق العنان للشباب للإبداع وترحى افكار وتبتدي ان انت تمكنهم فيبتدوا يجدوا فرص عمل ويبتدوا يربطوا ده بالحفاظ على البيئة انت هنا بتغير البيئة المواتية داخل الدولة بتغير الفكر وبتغير الظروف اللي ممكن ان هي تمكن وتؤهل الشباب ان هم يصعدوا للأمير معنى الوزيرة لو تكلمنا كمان عن الحملة اللي احنا متواجدين فيها النهاردة ايكو ايجيبت واللي انطلقت من شرم الشيخ او حضرك اطلقتها من شرم الشيخ والنهاردة بتنطلق الفعالية من ودي ديجلة لغاية محمية تايلبة زي ما قلنا ايه الفعاليات القادمة المتوقعة حدوثها في الفترة القادمة بالنسبة للمبادرة طبعا احنا بنكمل نفس الشغل بتاعنا في ايكو ايجيبت على السوشيل ميديا احنا كل شهر عندنا محمية معينة بنركز عليها بنوري فيها اربع حاجات بنوري المحمية دي المناظر الطبيعية اللي فيها اللي ممكن ان المواطن يقدر يروح يبص عليها المجتمع المحلي اللي يقدر يقعد معاه هيقدر يقعد فين وهيعمل ايه هناك في نفس الاطار دوان هنكمل فعاليات مع الشباب مع المستثمرين في القطاع بتاع السياحة والباحثين عن موضوعات السياحة البيئية ثلاثة في ايكو ايجيبت احنا من اسبوعين ثلاثة اطلقنا اعلان لتقديم انشطة خدمية داخل محميات ديجلة الغابة المتحجرة والفيوم بمعنى ان انا بطلق العنان للقطاع الخاص ان هو يقدر يستثمر داخل المحميات الطبيعية بما لا يضر المحميات الطبيعية كل ده احنا بنجهز الارضية في مصر ان المواطن المصري يشوف ميزة المحميات الطبيعية يحافظ عليها ويستخدمها ويستمتع بيها وفي نفس الوقت بندير رسالة للعالم عند عودة السياحة ان مصر مستعدة ب13 مقصد سياحي لسياحة بيئية متكملة دارو نحن من يقوش فهاته